مميزة إن شاء الله من حلقات الفيزياء تلتة سنوية إحنا اشتغلنا آخر حاجة كان الحس المتبادل والحس الزاتي عرفني يعني حس متبادل؟ يعني حس زاتي؟ جبنا قوانين بيتصف العلاقات اللي تربط بين القوة الدفعة المستحسة ومعامل حس المتبادل والقوة الدفعة المستحسة ومعامل الحس الزاتي تمام؟ وحلنا على مسائل وكانت كلها مسائل مميزة خدنا 3-4 مسائل كل مسألة تحمل فكرة أرجو تكونوا أيتوهم ونذاكر عليهم نفس الأفكار بالضبط النهاردة عايز أقول لك حاجة جالي سؤال قال إيش رح تجربة لبيان الحس الزاتي تمام؟ تقول لي بس أنتوا قلتوا لامتحان مفهوش مقال جميل هنشرح التجربة ونقول يا تارا يا تارا يا تارا الأسئلة ممكن تيجي فيها إزاي تمام؟ فلازما أشرح الأول بعدها نضع الأسئلة وبعدين نتعود نجاوب على هذه الأسئلة فأنا بيقول لي إشرح مين يا تارا تجربة لمين؟ لبيان الحس الزاتي تمام؟ حلو طب ما أنت أدتنا قبل كده إشرح تجربة لبيان الحس المتبادل بين ملفين تمام؟ قلت إشرح تجربة لبيان الحس المتبادل بين ملفين بس أنت بعد ما شرحت التجربة علمتنا حتيجي الأسئلة إزاي؟ يلا برضو النهاردة نعمل كده بس أنا حقول سؤال تاني حقول السؤال بشكل تاني الراجل بقول لي إرسم دايرة كهربية توضح كيفية الحصول على قفضة الكافة أسرية عايزك تكتب معي السؤال؟ ارسم دايرة كهربية توضح كيفية الحصول على قفضة الكافة أسرية أكبر من قفضة الكافة الأصلية في الدائرة شفت السؤال؟ ارسم دايرة كهربية تمام؟ عايزها تعمل توضح كيفية الحصول على قفضة الكافة أسرية أكبر من قفضة الكافة الأصلية في الدائرة موضحا قانون فردي وقاعدة لينز آخر مرة ارسم دايرة كهربية تعمل ايه؟ توضح كيفية الحصول على قفضة الكافة أسرية بس أكبر من قفضة الكافة الأصلية في الدائرة سؤال غريب قوي قفضة الكافة أسرية أكبر من قفضة الكافة الأصلية موضحا قانون فردي وقاعدة لينز أو بالصيغة تانية اشرح تجربة لبيان الحس الذاتي لملف هرسم لك التجربة هرسم لك الدائرة دا قلب معدني وده برضو قلب معدني حلو دا قلب معدني عادي جدا من الحديد تمام لما تلفل عليه ملف من سلك نحاسي معزول بالشكل دا وتمرر لتيار وتمرر لتيار يعمل كما لو كان مغناطيس الله عليك يبدا ألف قلب معدني طب وبيه قلب معدني ألف ساق حديد بيه ساق حديد بيوازوا بعضهم خطين بيوازوا بعض لف ملف لفيت ملف من سلك نحاسي معزول مرر فيه تيار يعمل كمغناطيس حلو الكلام هنا بقى هنوصل مين مع بطارية حلو الكلام ومعايا هنا مفتاح حلو الكلام طب لما تقفل المفتاح دا طب تيجي نيجي أنا وإنت ونقفل المفتاح يلا نقفل المفتاح أول ما تقفل المفتاح حيمر تيار يطلع تيار من القدب المجاب أهو مشي تيار مر في الملف بالشكل دا حلو 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 ويرجع خرج من الملف ويرجع يلف في الملف التاني ويرجع تاني للقد السالب تمام كده 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 اه انت كده عندك دا ملف مغناطيس حلو طبعا ألف أما دا ملف مغناطيس به أحلى طبعا عندك دا بطارية حلو الكلام عندك دا مفتاح تمام كده انت رسمت دايرة كهرباء طب ايه رأيك هنحط هنا مصباح حلو الكلام ونحط مصباح المصباح دا الله يرضى عليك أهو متوصل على التوازي بين نهايتين أو بين طرفين الملف حلو الكلام المصباح دا عشان يضيق محتاج 108 فولت طب قول لي تاني كده والنبل تقول لي تاني دا ملف مغناطيس ألف دا ملف مغناطيس به تمام حتة حديدة وده حتة حديدة ساق من الحديد ساق من الحديد لف ملف لفت ملف على الساق ألف حلو لفت ملف على الساق به طب لما تمر لتيار إذا مر تيار يبقى دا ملف مغناطيس ألف دا ملف مغناطيس به أما دا مصباح نيون عشان يضيق محتاج 108 فولت تمام أما دي بطارية وده مفتاح كلامك حلو دا رسمتلي دايرة كهربية بصوا بقى أولاد بعض الكتب كتب هنا 6 فولت مفيش مشكلة خالص كتاب المدرسة كتب في بي بس ما كتبش 6 فولت ولا حاجة تعبق سوا نعمل حاجة لحظة الغلق لا 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 دا انت اتفقتي معايا والنهاردة آخر كلام النهاردة آخر كلام والنهاردة أحلى كلام لو مش بتكتب النهاردة كوز جدا 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 يبقى العب بلا فيها ولا في الفيزياء يبقى انت زعلان انت زعلان طب صلى عنا بكده ولو احنا متفقين عندنا ولدين ولد خالة ولد اسمه غلق ابن الموم ابن زيادة من عائلة عكسي فاكرينو اقولو معايا واغنو معايا غلق نمو زيادة عكسي ابن خالته دا اسمه ايه برافو عليك برافو عليك اسمه فاتح ابن هبوط ابن نقصان من عائلة طردي يبقى انا عندي اغنية غلق نمو زيادة عكسي فتح هبوط نقصان طردي نقول كمان مرة غلق نمو زيادة عكسي فتح هبوط نقصان طردي غلق مين غلق المفتاح تمام فتح مين فتح المفتاح تروح له شمال تروح له هاي مين حرم عليك لو انت غلط تغلط انا اللي ازعل مش انت اللي تزعل حد قاعد جنبك بابا قاعد جنبك ماما قاعدة جنبك ناس كلها خايفة خايفة من الفيزية لا لا يا اخويا ما تشيل نشانه لوحد المسئولية اي طالب صغير عارف في بداية حياته اي دايرة كهربية فيها مفتاح لازم ان يوظف المفتاح وظفة المفتاح غلق الدايرة او فتح الدايرة تمام طب لما تقفل المفتاح كل الناس اللي قاعدة حواليك تقول يا مر تيار لما تفتح المفتاح كل الناس اللي قاعدة عليك اللي قاعدة حواليك تقول يا انقطع مرور التيار فاحنا حنوصف يا ولاد لحظة الغلق ونوصف لحظة الفتح اخر كلام عندنا وانها كتير جدا بقى لاحظة الغلق الله يرضى عليه عند مرور تيار في اللفة الاولى اتفقنا سوا ان التيار حيمر في الملف لفة لفة واحدة واحدة حتة حتة خطوة خطوة ستيب باي ستيب كده حب حب علي يا ملواني عند مرور تيار في اللفة الاولى قول يا عم حسين ينشأ عنه مجال مغناطيسي حد فيكو يقدر يعترض او ينطى او ينسى او ما يفهمش ان اي لفة يمر فيها تيار هذه اللفة ينشأ عنها مجال مغناطيسي هذا التيار يولد مجال مغناطيسي في هذا اللفة لما انا قلتلك اللفة تعمل كمغناطيس طبعا انت منتفي معايا يبقى عنده مرور تيار في اللفة الاولى ينشأ عنها مجال مغناطيسي كلامك حلو يمتد ليقطع باقي اللفات كل لفة تعمل كمغناطيس قصير كلام زي الفل واللفات متصلة على ايه التوالي ما هو لفة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة حرم عليك نفسك حرم عليك مجهودنا بقى ما احنا متفقين معاك ان كل لفة من لفات الملف بسامعك تعمل كبطارية يبقى انا عنده عدد من البطاريات بعدد لفات الملف كل بطارية شبه اختها يبقى البطاريات دي متصلة على التوالي حرم عليك يبقى كل لفة تعمل كمغناطيس واللفات متصلة على التوالي يزيد معدل قطع الفيض فيتولد قاف دا الكافزة هي عكسية معكسة في الاتجاه لقاف دا الكاف الأصلية وكلكم اتفقين معايا تمنع مرور التيار فعلى جهد المصدر ان يدخل اولا للتغلب على قاف دا الكاف العكسية ثم يمر التيار بعد ذلك مستغرق وقت طويل وفي النهاية التيار يصل لقيمته السبطة العزم ونشاهد المصباح دا بقى لا يضين تعالي لعن رسم هاي العظيم ونشاهد بقى المصباح دا بقى لا يضين يبقى عند غلق المفتاح دا المصباح دا لا يضين والله كلامك حلو المصباح لا يضين معناته ايه معناته ان في بي دي بتاعة البطارية اقل من 180 يبنا اكدتلك لحظة الغلق ان الفي بي دي بتساوكم يا ولاد اقل من 180 يكتفى وانت بتجاوب السؤال دا تقول عند غلق المفتاح المصباح لا يضين عند غلق المفتاح المصباح لا يضين تمام يبقى هنا معنى كلامك ان في بي دي اقل من 180 خلي بالكم التوصلة دي انا موصل المصباح دا على التوازي بين طرفي الملف بين طرفي ملف الحس اللي عندي دا يا ولاد ملف بيعاني فيه التيار من الحس سمته ملف الحس يبقى في الحالة دي هتقول ان عند غلق المفتاح المصباح دا لا يضيق معناها ان في بي دي اقل من 180 طب ايه اللي انت قلت دا ايه اللي انت عملت دا ده انا فسرته ايه اللي حيحصل في الفترة الزمنية اللي حيستغرقها التيار عشان يزيد من صفر الى قيمته السبتة العظمة عند امرو تارف اللفة الاولى ينشأ عنها مجال مغناطيسي يمتد ليقطع باقي اللفات كل لفة تعمل كمغناطيس قصير واللفات متصلة على التوالي يزداد معدل قطع الفيض فيتولد قفضة الكافزاتية عكسية معكسة في الاتجاه لقفضة الكافة الاصلية تمنع مرور التيار فعلى جهد المصدر اللي وفي بي ان يدخل الملف اولا للتغلب على قفضة الكافة العكسية ثم مر التيار بعد ذلك وما نشاهده ان المصباح لا يضيء اذا كاف دال كاف الاصلية بتاعة البطارية اقل من 180 لكن لحظة مين دي يا ولاد هايل لحظة الغلب تعبقى لحظة الفتح استنى استنى لحظة الفتح بقى طب اكتب لي كده فتح هبوط نقصان ترضي زي الفل ده سنتر الاجابة بقى الحتة دي لحظة الفتح خلي بالك عايزك تبقى فاهمين حاجة مهمة ااوي 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 في الدار الحلوى اللي قدامنا دي لما نفتح المفتاح لما فتح المفتاح لما فتح المفتاح يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم ربنا يرزقنا بقى السؤال الحلوى لما نفتح المفتاح اول حاجة افكر فيها يا بندق تم عزل البطارية من الديرة شكرا الله عليك وعلى جمالك وعلى حلوتك لو انت مركز معي لما افتح المفتاح يا ابن الحلال يا حبيبي تم عزل البطارية عن الملف خلاص الدايرة الان ما فيهاش بطارية تمام هسألك سؤال لما انا فتحت المفتاح احنا شلنا البطارية رميناها صح يبقى اي ظهور للتيار الله عليك اي تأثير يبان على الدايرة نتيجة طيار كهربية يبا من هو مصدر هذا الطيار ما فيش حل غير الملف يا سلام عليكم وعلى جمالكم وعلى هدوءكم النسب الجميل ده خد من الحتة دي لما عد اشرح حاجة مهمة لما عد اذاكر حاجة مهمة حاجة فيها شغل شوية بقنع نفسي بالهدوء بحاول امتع نفسي احاول استمتع اطلع الكلام من جوايا بمتعة احس بيه عشان احس كأني بغني انا حس كأني بغني هنا هنفتح المفتاح الله البطارية خدنا البطارية رميناها خد يا حسين ارمي البطارية دي خليك فاكر لو جتلك في اللجنة لما فتحنا المفتاح انا فاكر المستر عزت ندى على عم حسين وقال له عم حسين ارمي البطارية دي خلاص يبقى احنا متوقعين بقى ايه ان ما فيش طيار بس خلي بالك حيحصل ايه يلا مع بعدينا لاحظت الفتح فتح هبوط جبه يهبط التيار الاصلي تمام فيقل معدل قطع الفيد اه تمام فيتولد قاف ده الكاف مستحصة ارضية موحرام عليك واخدين في حالة قبل كده احوال تولد تيار مستحصة ارضي واخر عكسي كان من حالات تولد تيار مستحصة ارضي فتح الدايرة صح فتح الدايرة يسبب هبوط في التيار وهبوط التيار يسبب نقصان في معدل قطع الفيد ولما ينقص معدل قطع الفيد يتولد قاف ده الكاف مستحصة ارضية طب ادع كده وقول يا رب لحظة الفتح يهبط التيار الاصلي يقل معدل قطع الفيد يتولد قاف ده الكاف مستحصة ارضية الله ينشى عنها تيار مستحس ترضي من جال اول الفرخة ولا البيضة البيضة جات من الفرخة والفرخة جات من البيضة مش فزلكة هدوء ما فيش فرخة من غير بيضة ما فيش بيضة من غير فرخة ما فيش قوة دفعة مستحسة من غير تيار مستحس تيار مستحسك هو دفعة مستحسة تيار مستحسك هو دفعة مستحسة فاكرك طالما الدائرة مغلقة الله يرضى عليك تقول لي طالما الدائرة مغلقة فين بقى الدائرة المغلقة دي الله عليك الدائرة بقى دي اللي بين مين اللي بين مين اللي بين المصباح والملف يا سلام عليك يبقى انت فتحت المفتاح ده المفتاح بتاع البطارية انت عزلت البطارية تمام بس اصبحت عندك دايرة مغلقة بين المصباح وبين ملف الحس فعند الفتح يهبط التيار الاصلي يقل معدل قطع الفيض يتولد قاف دا الكاف مستحسة طردية شفت بقى ينشأ عنها تيار مستحس طردي طبعا اما ليه التيار المستحس الطردي دا فين في الدايرة المغلقة اللي بين الملف وبين المفتاح وبين المصباح يا ولاد اللي انا ظللتها لك دي تمام التيار المستحس الطردي حسب قاعدة لنز يعاكس السبب المؤدي الى حدوثه اي يعاكس هبوط التيار الاصلي فتكون قاف دا الكاف التردية في اتجاه قاف دا الكاف الاصلي يا ابني الايه دا انت جبت له هو تقوى دفعة مستحسة طردية في الملف بالزبط كده تاني لحظة الفتح يهبط التار الاصلي كلامك حلو يقل معدل قطع الفيض كلامك احلى يتولد قاف دا الكاف مستحسة طردية ايش جيني بقى سمعني الكلام الحلو ينشأ عنها تار مستحسة طردي حسب قاعدة لنز يعاكس السبب المؤدي الى حدوثه كلام جميل اي يعاكس هبوط التيار فيكون في اتجاه قاف دا الكاف الاصلي يعني ياولاد القوة الدفعة المستحسة الطردية اللي تولدت في الملف الحس اللي عندنا دا في اتجاه قاف دا الكاف الاصلي يبا انت كده طبقتلي قانون قاعدة لنز مش السؤال كان بقولك ارسم دايرة كهربية توضح كيفية الحصول على قاف دا الكاف تأسرية اكبر من قاف دا الكاف الاصليا في الدايرة موضحا قاعدة لنز اوضحتها طب وضح حالي تاني لحظة الفتح يهبط التيار الاصلي سمعني ايه وكده يقل معدل قطع الفيض فتتولد قاف دا الكاف مستحسة طردية ينشى عنها تيار مستحسة طردية حسب قاعدة لنز يعاكس السبب المؤدي الى حدوثه اي يعاكس هبوط التيار الاصلي فيكون في اتجاه قاف دا الكاف الاصلي طب حسب قانون فردية القوة الدفعة المستحسة تتناسب تناسبا طردية مع المعدل الزمن للتغير في قطع الفيض وعدد اللفات وعندما يكون عدد اللفات كبير جدا يصل الى مليون لفة مثلا هتبى قاف دا الكاف المستحسة طردية كبيرة جدا ابا يباحنا كده جبنا قاف دا الكاف تأسرية اكبر من قاف دا الكاف الاصلية يريد كده اهو قلتلك وحسب قانون فردية يحصل لها ايه تتناسب تناسبا طردية مع المعدل الزمن للتغير في قطع الفيض وعدد اللفات وعندما يكون عدد اللفات كبير جدا يصل الى مليون لفة تبى قاف دا الكاف المستحسة طردية كبيرة جدا كده جبنا قاف دا الكاف مستحسة طردية اكبر من قاف دا الكاف الاصلية استنى مستر عزة اعذرني مش مسد ليه ما شفتش حاجة شو اتأكد منها تعالى بقى نشاهد ايه توهج في تيلة المصباح لحظيا ثم ينطفي شكرا توهج في تيلة المصباح لحظيا ثم ايه ينطفق الله توهج في تيلة المصباح دا تفهمك حاجتين خليك معايا على الرسم الحاجة الاولى لما انت فتحت المفتاح وعزلت البطارية اصبح الملف دا هو المصدر يبقى دا حسي ذاتي الحاجة التانية المصباح دا عشان يضيق محتاج كام 108 فولت طب هو اضاء في وجود كاف دا الكاف التارضية تمام يبقى اكيد كاف دا الكاف التارضية بتساو 108 فولت اي ان كاف دا الكاف التارضية قد اكبر من كاف دا الكاف الاصلية فهمتوا ياولاد يبقى لحظة الفتح هي اللي حتبين الحس الزاتي خليكوا فاكرين لحظة الفتح هي اللي حتبين الحس الزاتي لحظة الفتح ياولاد حتبين الحس الزاتي لحظة الفتح يهبط التيار الاصلي يقل معدل قطع الفيض يتولد كاف دا الكاف مستحصة تارضية ينشعنا تيار مستحصة تارضية حسب قاعدة لينز يعاكس السبب المؤدي الى حدوسه اي يعاكس هبط التيار فتكون في اتجاه قاف دا الكاف الاصلية تتناسب تارضيا مع المعدل الزامن للتوارف قطع الفيض وعدد اللفات وعندما يكون عدل اللفات كبير جدا يكتفى بالكلمة دي تكون قاف دا الكاف المستحصة تارضية كبير جدا ونشاهد توهج في تيلة المسباح لحظيا اي ان قاف دا الكاف التأثيرية التارضية كانت اكبر من قاف دا الكاف الاصلية خلي بالكو بقى او اما او بص ياولاد با كده لو ما فيش مفتاح لو ما فيش مسباح كانت تحد الشرارة الكهربية بين مين بين طرفي المفتاح يبقى لو جتل الدائرة دي وحطيلي فيها المسباح دا وقال لماذا يحدث لحظة الفتحة تقول يتوهج في تيلة المسباح لحظيا والسبب تولت قاف دا ما في مستحصة تارضية في نفس اتجاه قاف دا ما في الالكاف الأصلية ينشى عنها تيار مستحصة تارضي في نفس اتجاه التيار الأصلي ويعمل الملف كايه مصدر وانه شاهد توهج في تيلة المسباح لحظيا لو شل المفتاح لو شل المسباح دا نقوله بقى تحدث شرارة كهربية بين طرفية المفتاح نتيجة تراكم شحنات التيار المستحسة ترضي محاولة للعبور لكنها تعجز خلي بالكم الحاجة معلومة عايز اقول لكم عليها الفتح والغلق الفتح يولد قاف ده الكاف المستحسة ترضية والغلق يولد قاف ده الكاف المستحسة عكسية قاف ده الكاف المستحسة العكسية تقاوم مرور التيار تخليها استغرق وقت طويل عشان يصل الى مين كمتو السبتة العزمة قاف ده الكاف المستحسة ترضية هي مين تقام الهبوط بس حسكتو بقارفين حاجة مهمة قوي ان زمن هبوط التيار اقل من زمن نموه في نفس الملف زمن هبوط التيار في الملف بيبقى اقل من زمن نموه التيار في نفس الملف يعني الزمن اللازم عشان ينمو التيار من صفر الى كمع عزمة بيبقى اكبر من الزمن اللازم عشان يهبتر من كمع عزمة الى صفر ومن ثم يكون معدل الزمني للتغير في التيار اثناء الهبوط اكبر من المعدل الزمني للتغير في مين النمو عشان كده قاف ده الكاف المستحسة الترضية بتبقى اكبر من قاف ده الكاف المستحسة العكسية لو جاء قال ليه قافضة الكاف المستحصة الترضية في الملف أكبر من قافضة الكاف المستحصة العكسية في نفس الملف أيوة عشان زمن النمو يكون أكبر من زمن الهبوط فيكون المعدل الزمن للتغير في التيار أو معدل الزمن للتغرف الفيض أثناء النمو أقل من المعدل الزمني للتغرف الفيض أثناء الهبوط والقوة الدفعة المستحسة تتناسب تناسبا ترضيا مع المعدل الزمني للتغير في قطع الفيض باختصار المعدل الزمني للتغير في قطع الفيض الذي يقطع لفات الملف لحظة الفتح بيكون أكبر من المعدل الزمني لتغير في الفيض الذي يقطع لفات الملف لحظة من الغلق أو أثناء نموه الطيار فتيب بقاف ده الكاف المستحسة الترضية أكبر من قفضة الكافة المستحسة العكسية اتعلمنا حاجتين إن احنا شرحنا تجربة لبيانة الحس الزتي واشرح لحظة الفتح بس ما تخافش سألنا سؤالين ماذا يحدث لحظة فتح المفتاح قلنا لو كان فيه مصباح هتكلم عن المصباح لو كان فيه مفتاح هتكلم عن المفتاح يعني نتكلم الشرارة لو في حالة مفتاح نتكلم عن توهج الفترة لحظية لو عندي مصباح تمام؟ وبعدين عرفنا ممكن نجيب قفضة الكافة تأثيرية أكبر من قفضة الكافة الأصلية وعرفنا كمان حاجة إن قفضة الكافة المستحسة الترضية أكبر من قفضة الكافة المستحسة الأصلية وإحنا فسرنا كله كل ده تعالوا بقى معي الحس الزتي ده مشاكله إيه؟ الله طبع ما أنت قلتان بيأخر وصول التيار إلى قيمة السبط العظم تمام؟ وده هيعمل لي مشاكل هيعمل لي فرق في التوقيت ما بين الإضاءة بكامل شدتها في المصابيح وما بين غلق المفتاح وكمان حاجة عايزك تخلي بالكم منها إن لما يزيد زمن مرور التيار في الملف بيحول جزء كبير من الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية يعني الحس الزتي مهم بالنسبة لك في الامتحان كدرجات وكي يفهمك الموضوعات بتاعتك ولسه جاي كلام عنه تاني كتير ولكن هو في مشكلة بالنسبة للملفات بيضر الملف بيسبب ضرر بالملفات أثناء مروره فيها فإحنا عايزين نقوله كيف يمكن تلافي يعني تلاشي تلافي الحس الزتي طب إزاي بقى إحنا عايزين نمنع الحس الزتي ده تمام فبنمسك السلك اللي حنصنع منه الملف ونجوز السلك كده ويبقى السلك ده بتلف لف من بقى مزدوج أهو كده كده أنا لو جاي لي كده تيار شايفين التار بيمشي إزاي أهو صح كده حيرجع التيار تاني كده أصبح بقى لو أنت لاحظت إيه خد لفة واحدة ولتكن اللفة رقم واحد ده ده اسمه لفة مزدوج اللفة دي أصبح لها واكهين واكه التيار اللي جوه ده ماشي فيه التيار مع قرب الساعة فيعمل ده كقود بجنوبي وبعدين التاني ده عكس العقارب فيعمل قود بشماله يعني اللفة الوحدة مش بتعمل مغناطيس واحد اللفة الوحدة بتعمل اتنين مغناطيس ومجالهم ضد التاني فبالتالي يلاشي مجال وجه كل لفة مجال الوكه الآخر يلاشي مجال وجه كل لفة مجال الوكه الآخر ومن سمه يمكن ايه انعدام معدل قطع الفيض مش انا لسه من شوية ايه لك كل لفة تعمل كمغناطيس واللفات متصلة على التوالي حتزود معدل قطع الفيض لما اللفة الملفات لفة مزدوج يبقى يلاشي مجال وجه كل لفة مجال الوكه الآخر يلاشي مجال وجه كل لفة مجال الوكه الآخر وينعدم معدل قطع الفيض وينعدم الحس من بقى الزاتي بيستفاد من ذلك في عمل المقاومات العديمة الحس تمام يعني باسمها المقاومات القياسية سموها قياسية ليه عشان هي بتبقى ملف بس التالي اخد فيها وقت قصير كما لو كان ماشي في سلك بالزبط وسؤالها المهم علل تلف ملفات المقاومات القياسية لفا مزدوجا الفكرة ده كان جاي في مصر 2016 كان دور تاني علل تلف ملفات المقاومات القياسية لفا مزدوجا يبقى الإجابة كي يلاشي مجال وجه كل لفة مجال الوكه الآخر كي يلاشي مجال وجه كل لفة مجال الوكه الآخر وينعدم معدل قطع الفيض وبالتالي ينعدم الحس الزاتي ويستغرق الطيار وقت قصير جدا كي يصل إلى قيمته السبتة العظمى طبعا ولا يحدث قطع في الفيض احنا قلنا من شوية ان كل لفة تعمل كمغناطيس قصير واللفات متصلة على التوالي فحيزيد معدل قطع الفيض فحيتولد قافضة الكاف ذاتية عكسية مضادة في الاتجاه لقافضة الكافة الأصلي كم منا الدرس طب افرض بقى اللفة الأولى ما نشأش عنها مجال تقول دي مش الأولى وباس دي التانية والتالتة والربعة يبقى انت مفيش عندك بقى مغناطيس قصير يبقى انت مفيش عندك معدل قطع الفيض يبقى انت مفيش عندك حس ذاتي يعني انت لو لفيت السلك لفة مزدوج ولفيت الملف ده تمام؟ حيلاشي مجال وجه كل لفة مجال الوجه الآخر وينعدم معدل قطع الفيض بين اللفات وينعدم الحس الذاتي حسألك انا بقى سؤال افرض جالك السؤال بشكل تاني لو جيه سؤال علل تلف ملفات المقاومات القياسية لفة المزدوجة افرض جالك سؤال تاني وقال لك قلب معدني من الحديد اتلف عليه ملف وسكت اتلف عليه ملف وهذا الملف وصل مع مصدر للتيار المستمر ولن يتمغنط القلب المعدني مشان اول ما اشتغلت الحلقة لك لو جبت ساق حديد لفت حولها ملف ومر تيار يعمل كمغناطيس تمام؟ يعني القلب المعدني يتمغنط شوف السؤال بقول لك جبنا قلب معدني لفنا حواليه سلك نحاسي معزول ووصلت مع مصدر للتيار المستمر ووصلت مع بطارية ولن يتمغنط القلب قول امت بقى وصلتني برافو عليك عايز تقول لي ان مفيش حل غير ان الملف ده يكون ملفوف لفة مزدوج بقول له صح برافو عليك يبا السبب ان لفات هذا الملف لفة لفة مزدوجة فيلاش مجال وجه كل لفة مجال الوكل اخر وينعدم مين معدل قطع الفيض وبالتالي القلب لا يتمغنط زي الفل طب احنا كده قلنا الحس الزاتي بقى وقلنا ان نوحش يعني طب هو ما هوش حلو بالنسبة لنا لا طبعا له اهمية مهدي الفيزياء تدرس الظاهرة تقول لك عيوبها اه تقول لعيوبها وتتغلب على عيوبها شوفت بقى قالت لك عيوبها عيوب الحس الزاتي انه هياخر مرور التيار وده هيعرض الملف لكمية من الطاقة الحرارية اسناء مرور التيار فيه لان انت عارف كمية الطاقة الحرارية اي تربع ارتي تي ده زمن مرور التيار تمام فاحنا لفنا الحس الزاتي لفنا لف مصدوق طب مفوش فايدة الله ما اللمبة اللاعت فيها انا دي بقى طبعا لو مفيش فايدة ما كنتش هتشوفني يا بندق اسمها اي بقى تطبيقات اه الحس الزاتي كانوا كتير اصبع علينا واحد بس والبقى تشال لمبات الحس او لمبات الفلورسنت لمبات الحس او لمبات الفلورسنت يبقى تطبيق على الحس الزاتي لمبات الحس او لمبات الفلورسنت فيما تستخدم لمبات الحس دي الاضاءة زي اللي احنا عادين فيها وتستخدم في عمل انابيب الاعلانات يبقى تطبيق على الحس الزاتي لمبات الحس حلو اقول كده بس اه اقول كده بس افرد جاء اذكر فقط تطبيقا على كل من ميات وقلت لعزم الاسدواك اقول لك الجالفانو متر الحس كده بس اه كده بس طب ده فيه جهاز تاني لما اخده هقوله طي بس تقول واحد فيهم مش طب تقول لي اذكر تطبيقا واحدا بعدها قلت لعزم الحس الزاتي يبقى لمبات الحس طب اذكر استخداما واحدا للجالفانو متر الحس قياس تيرات ضعفة الشدة او اي واحد من الاتنين التانيين قلناهم كتير طب اذكر استخداما واحدا لمبات الحس قل لي عمل اضاءة او عمل انابيب الاعلانات لكن بقى مين هي اللمبة نفسها اهي اللمبة بقى انبوبة زجاجية بها نسبة ضئيلة جدا من غاز خامل وبها زوج من الملفات الكهربائية بها زوج من الملفات الكهربائية انا عايزكم انتبا انتو عارفين حاجة ياولاد الحس الزاتي ده حبوه شوية من حيس ايه الحس الزاتي بيخلي التيار ياخد وقت طويل ولما التيار ياخد وقت طويل بيتم شوف طول ما بمر تيار بيتم تحويل التيار لمجال مغناطيسي يبقى الولد الشاطر اوي يقوله رأيك لو انا قلتلك ان الحس الزاتي ده بيساعد الملف على ان يخزن الطاقة الكهربائية في صورة الطاقة مغناطيسي نقولك والله كلامة جميلة الله 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 يعني انا عايزكم ايه بقى تتخيلوا حاجة حلوة اوي بس اصبروا علي اصبروا علي شوية ان الملف ده فيه نبضات انا فهمه كده واحد بقى يطلع يقوله انت شفتك طب يا عم ده انا بشرح الولد شاطر عايزه يجيب ستين يا ابن نبضات زي القلب ياخد طاقة كهربائية يحولها الطاقة مغناطية وفرغها اه بينبض كده عمال يحول الطاقة من صورة الى اخرى والله يفكروا كده فكروا كده منهجنا طاقة طب ايش عرفنا ان اللي انت بتقوله صح ده يا مصدر نقولك استنى بقى كتاب المدرسة كتب كلمة حلوة اوي تيجى ناوين تنشغلوا المخوخ الصغنان ده ونفهموها قال لما يمر تيار كهربائي في الملفات الملفات تكون بتفريغ الطاقة المغناطية الله في اللمبة الله يعنى جوه اللمبة هنا مين طاقة مغناطية الله طب انت مدخل الملف ده مين لانا مدخله طاقة كهربائي انا رأيي بكلمك صح فيها زوج من الملفات الكهربائية وفيها نسبة ضئيلة من غاز خامل قال لك تقوم الملفات الكهربائية بتفريغ الطاقة المغناطية يبا انت زعلان ان انا اقول لي واد ابنك وابني نقول لي فهمها على ان الملف بيقوم بتحويل الطاقة الكهربائية لطاقة مغناطية لا تبا انت غلطان لو انت زعلت مني الكلام ده لما يمر طيار والله برضو تبا غلطان لو زعلت مني وقلت لك لما فتحنا الدايرة الله هبط المجال المغناطيسي فدني طاقة كهربائي انت زعلان بقى مني لا اكلمني ما انا بقول لك اهو بيمر طيار بحاول الطاقة الكهربائية لطاقة مغناطيسية مش انت اللي بتقول مش انت اللي قلت وانا وانا والتلات والربح كلنا وانا لهم بيزيد معدل قطع الفيض يا جماعة ما الكلام هو الكلام هو قدامك افرش الكلام قدامك واحكم واشوف انت يبا ما تزعلش لما انا اقول ليك والالتالت والرابع والنكش وبعضينا كده زي الفل ان الملف ده بيكون بيحاول نبضات نبضات بينبض ياخد طاقة كهربائية والدين طاقة مغناطيسية والعكس يعني بيبدأ تحويل هنا داخل الملف بيخزن الطيار يبا بخزن الطاقة الكهربائية في صورة مجال مغناطيسي ويرجع يفرغ المجال المغناطيسي وديني مجال كهربائي وديني الطاقة كهربائية المصبح اضاء في الفتح يا رجالة يلا اقولوا بقى محدش فيكم ينسى ما وظيفة الملفات في لمبات الحس يوعى تغلط تفريغ الطاقة المغناطيسية التي تقوم بتأيون زرات الغاز الخامل الى اينات مجابة واينات سليبة يا جدعان قاعدين في اللامبة انا سايف اللي بيحصل فيها دخلها طيار الناس تقول دخلها طيار انا اقول لأ دخلها طاقة مغناطيسية يا عمي دا احنا شايفين الطيار داخل اللامبة هون تستهبلنا نقول لهم لا حرام عليكو يا جدعان ما تظلموش اللامبة دا التيار دخل الملف اللامبة من جوة ما دخلهاش يا جدعان طاقة كهربية دا قامت الملفات بتفريغ الطاقة المغناطيسية في مين داخل اللامبة تلحس الطاقة دي ايانت زرات الغاز الخامل الى اينات مجابة واينات سليبة والكترونات ما احنا لازم ان نبقوا عارفين التوصيل الكهربي خلي بالكم التوصيل الكهربي في المواد الصلبة الفلزات عن طريق الكترونات بس السوائل اينات مجابة واينات سليبة كل دي دراساتنا الغازات لا يا عم بقى التلاتة اينات مجابة واينات سليبة والكترونات قولوا معايا ايه دور زرات الغاز الخامل تتأين الى ايه اينات مجابة واينات سليبة والكترونات طب ايه دور الملفات تقوم بتفريغ الطاقة المغناطسية الايونات السلب ترتطم الاكترونات اي شحنة حراحة ترتطم بجدار الانبوبة ترتطم بمين بقى بالمادة الفلورسنتية الله عليك المبطنة لجدار الانبوبة ايه بقى كلمة فلورسنتي دي يا استاذنا بس معي يا بندق يا جميل انت ايه رأيك في عينيك بقى انا شايفة حلوة وجميلة ايه وعينيك حلوة حلوة قوي بشوف فيها بريء بشوف فيها ضوء ايه ايه استاذ بتعكسنا لا والله العظيم عكس ايه بس يا عم حد يعكسه ليدو عينك دي وعيني دي وعين بابا وماما واخوك اسمها شاشة فوتغرافية اسمها شاشة فوتغرافية اسمها ايه شاشة فوتغرافية تومد عند سقوط وضوء عليها الشاشة التي طعت ومد لو سقط عليها ضوء اسمها شاشة ايه فوتغرافية زي فيلم قالت الكاميرا زي عنية لكن الشاشة اللي طعت وميد لو سقط عليها شحنات اسمها شاشة فلورسنتية اخر كلام تقوم الملفات بتفريغ الطاقة المغنطسية الطاقة تؤين زرات الغاز الخامل الى ايونات مجابة وايونات سالبة والالكترونات ترتطم الشحنات الايونات المجابة والسالبة والالكترونات بالمادة الفلورسنتية المبطنة لجدار الانبوبة ينبعث منها مين بقى الوميد او الضوء لون الوميد ده ياولاد بيعتمد على نوع الغاز لونه بيعتمد على نوع الغاز لو عايزت تعرفهم كرموزي في حالة الهوى ازرق في حالة الارجون ابيض في حالة بخار الزيباء اصفر في حالة بخار السوديوم احمر اصفر ذهبي في حالة بخار السوديوم احمر برتقاني في حالة مين النيون كرموزي هوى ازرق ارجون اصفر دهبي بخار السوديوم احمر برتقالي نيون ابيض في حالة بخار مين الزيباء يبقى ده كان تطبق على الحس مين بقى الزيباء عندي بقى حاجة سهلة كده وجميلة اسمها التيارات الدوامية من هي والتار الدوامية التيارات الدوامية التيارات الدوامية هي تيارات تأسرية تتولد داخل قلب معدني مصمط او قلب معدني عندما يقطعه مجال مغناطيسي متغير يبقى التيار الدوامي تيار تأسيري يتولد داخل قلب معدني مصمط عندما يقطعه مجال مغناطيسي متغير وذلك عن طريق تحريق القلب في مجال سابت او امرار تيار متردد في ملف ملفوف حول القلب ما المقصود بالتيار الدوامي تيار تأسيري يتولد داخل قلب معدني عندما يقطعه مجال مغناطيسي متغير وذلك بتحريك القلب في مجال سابت او امرار تيار متردد في ملف ملفوف حول القلب التيار الدوامي ده بيكون عمودي على اتجاه المجال المغناطيسي التيار الدوامي ده له أضرار التيار الدوامي يزيد من طاقة حركة جزئات القلب فيزيد من ساعة الاهتزازة فيزيد من الطاقة الداخلية ويرفع درجة الحرارة وبالتالي بينشع عنه أضرار الأضرار الناشئة عنها ينشع عنها طاقة حرارية لو تجمعت تصر المادة العزلة وتحدث حرائق طب نحد منها ازاي يقسم القلب المعدني ده إلى شرائح أو إلى أقراص أحيانا إلى شرائح معزول عزل تام توضع موزي المجال أستفيد من التيار الدوامي ده في مين في عمل أفران الحس لصهر الفلزة النهاردة مهمة قوي أذكر تطبيقا على تيارات الدوامي تطبيق على التيار الدوامي لمبات الأسف على التيارات الدوامية أفران الحس وظفتها صهر الفلزة يبني خدت تطبيق على الحس الذاتي لمبات الحس إيه الوظيفة في إنارة وعمل أنابيب الإعلانات وخدنا تطبيق على التيارات الدوامية اللي هي أفران الحس لصهر الفلزات لمبات الحس على الحس الذاتي أفران الحس على التيارات الدوامية لمبات الحس الإنارة وعمل أنابيب الإعلانات لكن أفران الحس صهر الفلزات أو صهر المعادل قول لي بقى من هو التيار الدوامي التيارات الدوامية تيارات تأثيرية تتولى داخل قلب معدني مصمت قالب معدني عندما يقطعوا مجال مغناطيسي متغير اما عن طريق من تحريك القلب في مجال سابت او امرار تيار متردد في ملف الملفوف حول القلب ينشع عنه اضرار نحد منها يقسم القلب للشراح مع ذو العزل التام استفيد منه في عمل افران الحس الكهرومغناطيسي لصهر الفلزات وبكده اعزائي الطلبة نكون وصلنا الى نهاية الحلقة والى اللقاء حلقة حالا اعتقد خلال ربع ساعة انتظر الحلقة الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته